لاحظ في رسالة افسوس الرسول بولوس بيتكلم عن السلوك ويمكن هاي المرة الاخيرة السابع مرة بيبتدى في الاصحاح التاني بذكر مؤمنين افسوس انهم كيف سلكتم حسب هذا الدهر حسب رئيس سلطان الهواء بيتكلم انه كيف كنا اشرار او بعدين عن الرب غير مؤمنين وايضا بنفس السفر بيتكلم عن ان سلك ليس كما يسلك سائر الامم ببطل ذهنهم اذ هم مظلموا الفكر فالانسان بحسب كلمة الله اذا بيقول الرب ابعد عننا لاننا بمعرفة طرقك لا نصر فهو يختار الموت يختار رسالة الهلاك وبيختار انه يسلك بحسب الى هذا الدهر اللي هو الشيطان وبيسلك بحسب بطل وشهوات الامم اللي كانت تمارس الخطية والاباحية وطبعا الوثنية في حياتها لكن للمؤمنين من ناحية تاني يقول ان نسلك كما يحق للدعوة التي دعيتم اليها يقول ايضا عن هذا السلوك ان نسلك كاولاد النور ان نسلك بالمحبة وان نسلك بالتطقيق في هذا المكان وهذا السلوك احبائي كما قال رسول الى اهل غلاطية اسلكوا بالروح حتى لا تكملوا شهوة الجسد وفي رسالة يحنى الاولى الاصحاح الثاني والآية ستة ان نسلك كما سلك ذاك ولاحظ السلوك هون بيتكلم مش عن اضاعة وقت ولا يتكلم عن رياضة يعني اليوم في كتير ناس بتمشي لكن الشيء الطبيعي في ايام بولوس انه عشان تقضي اي حاجة عسان تصل لاي مكان لازم تسلك لازم تمشي فبيتكلم عن سلوك لكن في هدف من وراء هذا السلوك وفي غاية والغاية هو انك انت تحقق وتصل لهذا الهدف وفردا انا مسافر الى بلد معينة في ايام بولوس لازم امشي مسافة معينة وهذه المسافة طبعا هي بكل بساطة ان اسلك وان اصل الى الهدف المنشود والى الرؤية اللي لازم تتحقق في حياتي اشتركوا في القناة